بات العراق يحطم الأرقام القياسية ويحتل صدارة بلدان العالم لكن من النواحي السلبية طبعا سواء الفساد أو الفقر والبطالة أو المشاكل الاجتماعية ظاهرة الانتحار جعلت العراق بالمرتبة الرابعة عالميا وفق دراسة لمركز قالوب الأمريكي المختص بدراسة استطلاعات الرأي ولم يسبق العراق في هذه الصدارة سوى تشاد والنيجر وسيراليون ليأتي العراق بعدها كأكثر بلد ينتحر الناس فيه فمن بين كل 150 ألف شخص هناك 30% يعانون من توترات نفسية مركز قالوب يبين أن الدول الأولى في قائمة أعداد المنتحرين ومن بينها العراق يعاني سكانها من الفقر والبطالة ونقص الغذاء وبين أن المشاعر السلبية التي تتضمن الحزن والكآبة والقلق والخوف وما يتبع ذلك من تأثيرات أخرى تؤدي إلى الانتحار التصنيف الجديد جاء بعد أن شهدت البلاد استفحالا مرعبا للظاهرة حيث أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن ارتفاع حالات الانتحار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مسجلة 132 حالة خلال الربع الأول من العام الحالي السبب الرئيس لانتشار هذه الظاهرة بإجماع الباحثين الضغوط التي يتعرض لها الشباب نتيجة عدم وجود خدمات وتعيينات فضلا عن الاضطرابات النفسية ما يؤدي إلى عدم شعور الفرد بقيمة الحياة يضاف إلى ذلك الفقر والمشاكل العائلية التي تدفع العديد من الشباب إلى الانزلاق بفخ المخدرات ومن ثم السقوط بهوية الانتحار ظنا منهم أن هذا ما يجعلهم أكثر راحة المراقب للحالة العراقية بكافة صعودها يدرك أن حالات الانتحار وسط الإهمال الحكومي هي مجرد بداية لظاهرة تتنامى بسرعة وقد تهدد آلاف الشباب في وقت قريب روايات كثيرة عن سجون في العالم ينتحر فيها المعتقلون لشدة ما يلاقونه من تعذيب نفسي وجسدي وكأن العراق قد أصبح واحدا من تلك السجون ترجمة نانسي قنقر